بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحكي أكم معلومة سريعة عن صحابة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أول سفير في الإسلام هو مصعب بن عميل حيث أمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يسافر إلى المدينة المنورة ليعلمهم أمور دينهم بعد بيعات العقبة الصحابي الذي طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعلم اللغة السريانية لكي يترجم له الكتب التي تأتيه من هذه اللغة هو الصحابي زيد بن ثابت الصحابي الذي لقبه بترجمان القرآن وحبر الأمة هو الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه والصحابي الذي لم يخسر معركة قط هو خالد بن الوليد نسأل الله تعالى التوفيق والسداد ترجمة نانسي قنقر